ليست مشاهداً تمثيلية بل حوادث واقعية أليمة تحدث بشكل متكرر ويشهد عليها المسافرون على طريق كرباً نجشا بمديرية المقاطرة في لاحق الطريق الإجداري الوحيد الرابط بين عدن ومحافظة تعز الواقعة تحت العصار بعد توقف المرور عن طريق هيجة العبد للصيانة المعانة السائقين نوجه إلى الجهات المختصة وإلى المقاول بسرعة إنجاز الطريق حق الهيجة لأن المواطنين والمسافرين والمرضى ما يقدروا يطلعوا هذا الطلوع أضراري لهذا الطابور الطويل من المركبات هو الآخر أضحى مألوفاً مع كل حادثة انقلاب وتعطل وتعثر قد تصدف المرة هنا أثناء العبور في هذا الطريق الوعير الذي بالكاد يتسع لمسار واحد وليس مخصصاً لعبور الشاحنات والمركبات ذات الدفع الربعي تعالقنا بالطريقة الطريقة مكلم وكسر ما فيش إدارة ما فيش كده عناية من المسؤولين من المدراء من المدراء يعني كله تعب نحن خرقنا الساعة ثمانة لا حد لا موصلنا على الحنال الكرباني كل الطريقة مقطوعة نعاني كثير من مشاكل الطريق وكمان حدثت لنا حوادث كوارث إنسانية في عزلة النقيشة السائقون والمسافرون قد يقضون لياليا وأيام هنا حتى يتسنى لهم المرور وقد يلقى البعض منهم للتخفيف من شوحنات البضائع وقد يضطرون للمخاطرة بالتدخل في طوارئ الإنقاذ والسيانة وإزالة العوائق سعياً منهم لتسهيل العبور طريق كربر ربوع وخربان وضيق ونعاني منه واصل بابر مع الطالين يحقزون نحن يومين ثلاث معنا كله نشتي من المقاول وخارقنا نحن يصلي حقيقة العبد بدري المستفيدون من هذا الطريق وأن تنوعت معاناتهم يجمعون على تحميل الحكومة ممثلة بسلطاتها المحلية المسؤولية عن الخسائر البشرية والمادية التي تلحق بهم كما يطالبونها بالتدخل لإعادة تأهيل هذا الطريق وفتح طريق هاجة العبد سامح عبد الوهاب قناة بالقيس لا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر